تطلق هولندر رئاستها الدورية الاتحاد الاوروبي بخراك مكثف لتتويق أزمة الهجرة والأمن في الاتحاد الاوروبي من خلال اجتماع مشترك لوزراء داخلية وخارجية الاتحاد الاوروبي الاجتماع المشترك ناقش الأخطار التي تهدد أمن الاتحاد الاوروبي من خلال بحث عمل بعثات حفظ السلام الاوروبية في عديد الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية سأقوم خلال يونيو المقبل بتقديم مشروع الاستراتيجية الاوروبية الشاملة والتي تتضمن خطوات عملية لإدارة أفضل لحدودنا الاوروبية وفي شقه المتعلق بالأمن الخارجي شكل الملف الليبي أحد أبرز نقاط المناقشات بمشاركة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسي ستولنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أكد في هذا صدد أن عدد الجهاديين التابعين لداعش قد تضعف في ليبيا الناتو على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم لليبيا من أجل مساعدتها على إعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الأمنية والسياسية لكن كل هذا يظل رهن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويحاول الاتحاد الأوروبي السيطرة على مشكلات متعددة من خلال سياسة استراتيجية موحدة وهي الهجرة الأمن وشؤون الخارجية مصلحة الاتحاد الأوروبي تقضي أن تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا الماضي أثبت لنا أن أوروبا وقعت في أخطاء استراتيجية في إدارتها للأوضاع في ليبيا في السابق وهي الآن بصدد تحمل تبعات هذه الأخطاء الاتحاد الأوروبي يسعى لإقامة روابط أكثر صلابة بين سياساته الدفاعية والخارجية والأمنية وذلك في طار تحرك أوروبي مشتركين عبر توفير ظروف الاستقرار لدى دول الجوار لا سيما منها الجار الليبي حاتم السكل الإخبارية بروكسيل اشتركوا في القناة